شاهد رئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخمسة ويعقد المؤتمر بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية ويعقد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتين شمال أفريقيا والبحر المتوسط افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحا مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخامسة وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة كما تفقد سيادته المعرض المقام بهذه المناسبة أهلا بحريك فخامة الرئيس في معرض إيجيبس في نسخته الخامسة وأهلا بحريتك في الجناح الخاص بوزارة البترول والثروة المعدنية اللي بنستعرض فيه أهم قصص النجاح اللي حصلت في الوزارة واللي من ضمنها مركز القيادة الاستراتيجي لقطاع البترول في العاصمة الإدارية من سنتين وفي نفس المكان زمالي عرضوا على حضرتك ملامح برنامج التأهيل اللي بيتم الشباب القطاع ساعتها كانوا لسه في بداية التجربة دلوقتي حابين نشارك مع حضرتك بعض الخبرات اللي مرينا بيها والتجارب اللي اكتسبناها صراحة البرنامج كله غير مفهومنا عن منظومة الطاقة وخلنا نفكر ازاي نقدر نعزز دور وزارة البترول في تحقيق التوازن بين الاستدامة وتلبية احتياجات الطاقة اللي احنا تعلمناها جاءت لنا الفرصة نطبقه على أرض الواقع من خلال زيادة اعتماد شركتنا علينا وثقاتهم فينا في قدرتنا على القيادة واتخاذ القرار وكمان من خلال مشاركتنا كشباب في منتدى غاز شرق المتوسط برحب حضرتك مرة تانية انا محمد حازم شركة امبي تكملة على كلام عبير منتدى غاز شرق المتوسط والانطلاق كان نتيجة مباشرة للجهود والمبادرات المصرية للاستفادة من الموارد الموجودة في المنطقة ده ادل تأسيس المنتدى واختيار القاهرة كمقارلي واللي بالنسبة لنا كشباب كان مصدر فخر كبير وتأكيد على مكانة مصر كمركز اقليمي للطاقة وجود المقار في القاهرة ادان الفرصة كشباب ان احنا نكون من ضمن مجموعات عمل من دول مختلفة لدراسة ازاي نقدر نستفيد من البنية الاساسية الموجودة في دول المنتدى وكمان المشاركة في وضع استراتيجية عمل طويلة الاجل واللي من اهم اجزائها التركيز على موضوعات زي تحول الطاقة الحد من الانبعثات واستخدام الغاز الطبيعي كوقول نظيف دي من اهم الموضوعات اللي يجب سيركز عليها السنادي للاستفادة من الخبرات العالمية الموجودة معنا وكمان تمهيد لاستضافة مصر لقيمة المناخ العالمية السنادي ان شاء الله من شرم الشيخ اخر حاجة نحب نشاركها مع حضرتك ان احنا فخورين بالثقة والدعم اللي احنا اخدناهم ومسيدة التدريب مكملة في الدفعة التانية من البرنامج واللي هي استمرارية لتوجيهات حضرتك باستخدام تقاضنا كشباب نتمنى نكون عند حسن الظن نشكر حضرتك على تشريفك لنا ونشكر المهندس طارئ على اهتمامه بينا وعلى ان هو اتحلنا الفرصة وبنقوف قدام فخامة الرئيس ونرى التجربتنا شكرا جزيلا موسيقى موسيقى نحن اخديمي لشركة شرم بالجيه شرق الاوسط احنا السرات دي ان شاء الله بنحتفل بخمسة وتمانين سنة لاستثمارات في مصر نبع للمحزن الشركات التنفيذية بعتنا يعني دراع تنفيذي لشركات اني وبي بي وشيكرا شكرا جزيلا ويأكي البحر الأحضر كان شريف مهند شريف المدير مهند شريف ايه مدير عام شرم بالجيه فاندل إحنا بس الثاني برضو بتدينا المسخ سيزمي في البحر الأحمر سلاسي الأبعاد إن شاء الله يخلص صهر مارس وعطيها تحليل بينات على آخر السنة ويجاهز المزايدة بتاعة الوزارة إن شاء الله استثمارات كلية 150 مليون دولار ما بين خليجي السويس وما بين البحر الأحمر إن شاء الله على آخر السنة نخلصه ويجاهز المحاول إن شاء الله حيث يعد المعرض أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي من السادة وزراء البترول والطاقة ورؤساء الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية في منطقتين شمال أفريقيا والبحر المتوسط حانواع حياتك التكنولي جديدة تستعملها مادهونا 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 وعادينا عندنا تشعر كمنا هتستفع حياتك سعية عن كده مرحونا وسهلا بحضرتك اشتغلت على تنمية حقول غرب الدلتا هذه طبعا سمعت عنها نحن نعرض لسيارتكس التكنولوجيا أول مرة يتم تطبيقها في البحر المتوسط ويكون من خلال شريخة بيبي هي تكنولوجيا للمسح السايدني من خلال قاع البحر أوشن باطم نود ودي باختلافها عن الطريقة التقليدية للمسح السايدني اللي بيكون من فوق سطح البحر بتساعدنا على اننا نحدد بشكل أضاك مواصفات ومكان خزان الغاز وبالتالي اختيار أحسن أماكن الأبار الجديدة على سبيل المثال احنا هنطبق التكنولوجيا دي في حقل أتول في إبريل الجاي ده إن شاء الله وزي ما ذكرت لسيارتك اللي احنا هنستطدم التكنولوجيا عشان نحدد أفضل أماكن الأبار الجديدة فدي هتساعدنا في اللي احنا ننتج بشكل أسرع التكنولوجيا في أتول هيتم تطبيق المسح من 900 متر وبتكلفة 50 مليون دولار حقل أتول حاليا بينتج أكتر من 300 مليون أدى مكعب من الغاز و10,000 برميل من المكسفات وطبعاً يعني حسب ما تكتل المسح بس منتوقع إن السادي دي ساعدنا اللي احنا نزود الإحتياطي من 1 ل 2 تريليون أدى مكعب من الغاز شرفنا جداً جاية حضراتكم النهاردة وإن شاء الله خير شرفنا جداً يعني زيارة حضرتك وشغالين في الخمسة وتسعين يعني دلوقتي تقريباً عشرين في المائة ما باعتنا خمسة وتسعين شغالين في السي أن جي شغالين تقريباً بنعم الخمسين محطة بشغالين وأجدني يعني إن شاء الله يبقى 120 سنة كمان وإحنا دعمين تماماً يا يا ربنا يخليه كفنج وإحنا حسين بالدعم ده جداً يعني وبشكر حيات جداً سيادة رئيس هاريك شرفتنا أنا رئيس شركة بيك ريوز في مصر بيك ريوز شركة عالمية وفي نفس الوقت مصرية إحنا برضو بلنا أكتر من 100 سنة في مصر إحنا كان لدينا الفخ أن إحنا نشتغل في مشروع ظهر في حفرة ظهر وتنمية البنية التحتية إحنا بنشتغل على برضو مع برؤية معالي وزير البترول على برنامج تطويره ده حديث قطاع البترول وفي تطور في البرنامج ده إحنا برضو شركة عندنا حلول لتحول الطاقي والطاقة النظيفة وخفض الانبعثات الكربونية وإحنا شغالين على مبادرات في المجال ده الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتروليوم بي بي وذلك على هامش انعقاد معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس وبحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة بي بي والتي تعد من أكبر منتجين نفط في مصر فضلا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف للبترول في مصر كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد جون كريسمان رئيسا مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث وإنتاج البترول السيد الرئيس أكد تقدير مصر لحجم أنشطة واستثمارات شركة أباتشي الأمريكية في مصر والتي تسهم بشكل كبير في عمليات الاستكشاف والإنتاج للغاز والبترول بما يدعم هذا القطاع بصورة محورية ويساهم في جهود تحول مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وتدول الطاقة في شرق البحر المتوسط وتطلع مصر لتعزيز أنشطة شركة أباتشي واستثماراتها في مصر سعيا لزيادة الاستكشافات في مجال الغاز والبترول ولتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة وذلك في إطار عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر